هناك مشكلة بالإنجليزي كلمة free لها معنيين صح؟ ما هي المعنيين؟ أول معنى free لأنه لا أدفع مصاري لأن أشتري هذا الأشي أو أخذ هذا الأشي free الثاني معناها freedom هناك فرق كثير بين المعنيين في 25 خمسة أظنني أخذنا قرار freedom المهم لما نحكي عن كلمة free software free software هذا مصطلح له معنى هذا المصطلح معناه free as in freedom it's not associated with price فنحكي شوي عن الهيستري من وين هذا طلع المبدأ عشان تعرفوا كان زمان لما نيجي ناس مثل مبارمجين يشتغلوا مع بعض كان السوفتور إز اوپن شو معنى السوفتور إز اوپن هلا أنت لما تيجي تستعمل ويندوز ماذا تعطيك مايكروسوفت أو تستعمل أوركل ماذا تعطيك أوركل سوف تعطيك سي دي بتشغل هذا البرنامج زمان هذا الحكي ما كان موجود ما أحد يعرف كان السوفتور ناس بكتبوا وفي يأتي واحد يقول اسمع بيبعث لي هذا البرنامج بيبعث له مع الكود مع كل هالأصص هذه بس نيجي نطلع حد الكنسيب كان طول عمره هيك لما نحكي عن الرياضيات تخيلوا فيثاغوروس لو أحدثت اسمع أنا بدي أحط لك هكذا وراء أسودة على نظيرت فيثاغوروس وتأخذها وتستعملها كان بجزء لنا لسهاتنا فعليا على جمال والمكاتل كان بجزء لديك في أ أصدقائي التجزء من المشكلة أكتر الناس كانوا الإعجائيات ما تلك الأميريكان المفاهدة هالأهم الجامعات كانت جامعة أمات المباك كانت جامعة ستانفر كانت بيركلي كل هذه المدائمات كل هذه المدائمات فكانوا كلهم يشتغلوا مع بعض. بعدين شو اللي صار؟ الشركات الكبيرة زي مثلاً IBM، زي AT&T، يعني بيج كومبينيز باكدن، كان بالنسبة لهم السوفتوور إشي حكي فاضي، كان يعملوا مصاريهم من الهاردوور، كان بيبيعك الوركستيشن بعشرين ألف دولار، ثلاثين ألف دولار، وكان السوفتوور إنه بيجي معه، كيف مثلاً لما تروع الدكان تشتري باكت دخان بحب تملبس، كان حب تملبس السوفتوور. بعدين شو اللي صار؟ حكا لك إيه؟ عمي شو هذا الحكي؟ هذا السوفتوور، اف، والله لو أنا بعمله براتكشن، بصير غصب عنه، زي الكلب يرجع لي، عشان أنا أعطيه أبديت، لما يكون في مشكلة، بصير لما تلين قاعدين جنب بعض، هذا بدي يشتري مني، وهذا بدي يشتري مني، غصب عنه، مش عكيف، وإذا بيجي بعطيه لصاحبه، برفع عليه قضية. هذه هي الوقت الآن، صح أو لا؟ إذا أنا باجي بمسك سيدي مثلا، بديش أحكي كثير عن ويندوز، لأنه ليس فقط ميكروسوف، هناك الكثير من شركات، وأنا مش ضدهم، هم محرين بحالهم، هم محرين بحالهم، هذا هم، هذا حقهم، فشو اللي صار هون عنا؟ في عنا برنتر من زيروكس، غيرت الدنيا، مش هي اللي غيرتها اللي كان بستعملها، فكان في واحد ناصح شعره طويل، اسم ريتشارد ستولمن، بشبه عصام، فالمهم، بس مش ناصح عصام، المهم، ريتشارد ستولمن، كان عماله بستعمل، كان بيشتغل بأم آي تي، كان بطبعه، كانوا بطبعه، وراء ريسيرتش، كل هالأمور هذي، فهذا الزلم لما إيجا، إنه شاف اللي برنتر عمالها بتعلق، لما تعلق اللي برنتر عمالها، بتضيع مكتب كل المكتب، فشو كتب؟ إجا عدل السوفتور تبعها، وحكي إنه لما تعلق هذه اللي برنتر، بدي أبعث نوتيفكيشن لكل الناس اللي بالمكتب، عشان أقرب واحد عليها، يجي عندها، ويشيل إذا علقات، إذا خربت، يعني عدل شوية على السوفتور، وكان كل هكذا شغالين، إجا بعد أكم من سنة، إجزاكلي، في 1983، إجا، كان في نيو موضل منها، وزيروكس، التبع سياسات كل الشركات الكبيرة، قرروا إنه السوفتور تبع اللي برنتر، إنه موضل، ما بعطوا الكود مع هذا السوفتور، بس بعطيك السوفتور لإستخدامها، يمكنك ترى الكود اللي مكتوب جواته، بنسميه إحنا مبرمجين سورس كود، فالمهم في الزلمة هذا، ولعت معه، حكا لك أنا، هذه الشغلة، أنا كنت عاملها، لا أستطيع فعلها مرة أخرى، تخيل انت هاي سمول إنسدنت، كيف الناس الفيجنري، بيجي الزلمة، يجي حكا، يعني، يجي حكا، يجي حكا، حكا، 30 عام من الآن، لما واحد يكون عنده كمبيوتر، وكي كتبها ستولمان، بيجي بعطيها، بيجي بدي يعطي اللابتوب لصديقه كلابتوب، بيجي بدي يعطي اللابتوب لصديقه كلابتوب، رح يتقاضى لأنه عليها، ماتيريال، حكا، أنا من اليوم، بس من هاي الإنسدنت، أنا بدي أكرس حياتي، كلها، لهدف واحد، هدف إنه أنا أعطي الناس حريتهم، حكا، فإيجي الزلمة، حط هذا المبدأ براسه، حكا أنا حلمي بكل بساطة، إني أخلي الكمبيوتر يشتغل، من الناس، أمسك هاردوير، زي هيك، لابتوب، من تحت لفوق، ولا فيه، ولا صفتوري بروتكتب، هذا الحلمي، ولو بدي خمسمائة سنة، بدي أعمله، حكا، فحط هذا الحلم بباله، وبلش، فإيجي أول إشي عمله، في 1983، وقت مسارت هاي قصط لبرنتر، حكا أنا بدي أنشئ بروتكت اسمه GNU، أعمل هذا اللي GNU، فالغنو هو عبارة عن البروجيكت، اللي فيه هاد الفلسفة، إنه بدي حاول يغير كل السوفتور، مش يغير يعني، بدي يبني سوفتور، يكون فيه كله سوفتور، كما يريد أن يسمعها، حكا، بعدين، مشي مع الفكرة، الناس حبت الفكرة، فحكا بدنا نحطهم تحت فونديشن، مثل جماعة الأوبن سورس، عمالهم بحاولوا، بالأردن، عمالهم بحاولوا يسجلوها كجمعية أظن، عشان يعني، يحموا حقوقهم، يعني، بعض مفرامورك يشتغلوا عليه، حكا، المشكلة اللي صارت، كيف من الناس، هادي ممكن نحكي فيها أكتر بالبانل، ومسكنسيبشن، المستخدمات المسكين، مثل، أعمل فيه اللي بدك إياه، لا، لا أعمل فيه اللي بدك إياه، أعطيك حريات، ويضمن، أعطيك حريات، أن هذه الحريات، أنت ما تخذها من الناس تانين، يعني، مثل أنا، أعطيك ألم، أحكي لك، هذا الألم بإمكانك تاخده، بس بشرط واحد، ممنوع تمنع أي بني آدم تاني، يرجع استعمل هذا الألم، طبعا، فيه اختلافات، أنا حكيت لكم، ليس مئة بالمئة، ليس مئة بالمئة، فهو عمل لايسنس، لما تيجي عندك الكوبي، مثلا، حكينا على ميكروسوفت، وحكينا على أدوبي، وحكينا على هذا، مثلا، إيش في ضل صفتور ما سبينا عليه؟ أبل، 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 عندهم صفتور كتير مشهور، اسمه مثلا، كينوت، برنامج زي كي في باوربوين، بعمل برنامجات، وحكينا على ميكروسوف، كينوت، يجي معه ميكروس، ليس أي ميكروسوف، أبل أن تنزله، لما تكبس خمس مرات، وحد من هؤلاء المرات، أنت تتقاضى، تك 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 تك، فواحد من هؤلاء، فواحد من هؤلاء، ما هو ميكروسوف؟ بسموها إيولا، صح؟ ميكروسوفوف، عادة، الفكرة هو أنه أجل من حكا، أنا ما بدي أعملها، كلمة جديدة اليوم، ما تعلمتها سابردح، بدي أشياء عائمة لكل الناس، يعمل ما يريدهم إيها، فأنا بدي أنا، لتحبب هذه الحرية، أنا بدي أحمل الناس من هذه الحرية، وبيدي أنا أضلني، فأخترى أشياء اسمه جي بي إل. إيهو جينرال ببليك ليسنس، فأي صفتور كان يطلع من الفريسوفوفوفوف، فأي صفتور كان يطلع من الفريسوفوفوف، بكون معها هذه الليسنس، وي تحبب هذه الحرية، نتحدث عنهم كمان شوية، في الواحد وتسعين، كان في طالب فنلندي، كان بدرس بالجامعة، ما كان شموعه مصاري، لعمل، كانوا زمان المبرمجين بيشتغلوا على مستخدمات الوظيفة، هكذا لونها أبيض وأسود، تشبه شاشة تويتر، هكذا أبيض وأسود، فأي شيء أغير، فأنا بيكمل شغل بالبيت، لا معهوش حق، هذه المبرمجين، أو الوظيفة الضخمة، فأنا بدي أعمل إشياء شبيه فيها، على الوظيفة الوظيفة، فأبدأ الوظيفة، وعمل مستخدمات الوظيفة، اسمه لينكس، وكثيراً. ماذا صارب في الوظيفة؟ هناك أحد اسمه إيريك ريموند، إيريك ريموند قال لك، لدينا مشكلة كبيرة، وهي مجردًا، مجردًا، في اللغة الإنجليزية، غيرت، مجردًا. مجرد المشكلة إرror البحياء، نعم، ت Fitness. نعم، أن يقرد فرق المشكلة إرررررر؟ عندما تتحدث مع الأمر، تخبرك، ما هي مجرد البحياء نعك؟ أنا أريد أن أ尾أعمل شركة أو أبصر، لكي أعطي الناس بإرررررررررر، فأنت مجرد أررررررر؟ لا يا عمي، مجرد بالفررررر لا يطلق، كما أنهاصر إنه في تجب، كأن هذه المبادئ اللي نحن بنآمن فيها. فشو حكو؟ بدنا نطلع بترم جديد. فطلعوا بترم اسمه Open Source عشان يكون مور أبيلنج لبسنسة.